السلام عليكم متابعي دراما سبورت الفيديو الثالث والأخير لهذا اليوم سامحونا إذا كترنا عليكم الفيديوهات لكن عم بنغطي أخبار الدور السوري والدور الروماني والدور السعودي فلازم نطلع اليوم بشكل استثنائي بهالفيديوهات على كل حال مباراة قمة بين الشباب والأهلي انتهت المباراة بنتيج 3-0 لصالح الشباب أحيانا قبل المباراة ممكن تقول بأن الشباب نعم فريق كبير فريق قوي هذا الموسم لكن ممكن الأهلي يفوز يعني الأسبوع الماضي حقق نادي الفتح الفوز على نادي الشباب بنتيجة 2-1 وهاي هي كرة قدم يعني أحيانا ممكن تلعب مع فريق صغير وما تحقق نتائج ممكن أحيانا تلعب مع فريق آخر رغم الفوارق الإمكانيات ممكن حتى تربح فأنا كنت بصراحة متفائل بالأهلي من اليوم يربح الشباب خصوصا لأن الأهلي بالمباراة الكبيرة بهذا الموسم وحتى بالموسم الماضي عم بيأدي لكن المنطق والواقع بيقول غير الكلام اللي عم نحكيه من حيث التفاؤل المنطق والواقع بيقول بأن الشباب هو الفريق الأفضل حاليا بالدور السعودي من ناحية اللاعبين المتواجدين بالملعب وكمان من ناحية الانضباطية ومن ناحية الإدارة الإدارة اللي عرفت كيف عم تستقطب لاعبين وخلونا هون يا شباب نتعرف على تشكيلة الشباب لحتى تعرفوا الفوارق بين إدارة نادي الشباب السعودي والأهل السعودي بخط دفاع نادي الشباب في إيغور ليشنوفسكي إيغور ليشنوفسكي هو مدافع منتخب تشيلي يعني لاعب مدافع المنتخب تشيلي عم بنشوف هون بخط وسط الارتكاز بالمحور الفريدين داي لاعب خط وسط منتخب السينيقال لاعب أساسي بمنتخب السينيقال منشوف هون فابيو مارتينيز فابيو مارتينيز لاعب برتغالي لاعب مع أندية بورتو مع عدة أندية ولاعب شاب ولاعب بإمكانيات رائعة جدا ممكن هاي أسوأ مباراة قدمها فابيو مارتينيز بصراح بانينكا بظن يعني غني عن التعريف كفي تقول لاعب منتخب الأرجنتين ولاعب مع نادي إشبيليا وبالدور الإيطالي وبالدور الإسباني يعني غني عن التعريف لاعب مع ميسي فقط لا غير فاخد هذا ببالك وسيبا لاعب برازيلي ممتاز جدا كمان كريستان كوينكا لاعب شاب بقدم لك كرة قدم جميلة لاعب مهاجم لكن بيأدي واجبات دفاعية بشكل ممتاز طيب شوف تعاقدات نادي الأهلي لوكاس ليما لاعب برازيلي بصراحة أنا يعني ما بخليه لعب مع نادي درجة تانية بالدور السعودي بنشوف كمان مين نسيت يا شباب دريس فتوحي بصراحة يعني بعد الإصابة لاعب مختلف تماما عن الشي اللي شفناه ببداية الموسم ببداية الموسم كان ممتاز جدا حاليا دريس فتوحي عالي على الفريق عالي على الفريق ما عم بيقدم أي شي ما عم بيقدم أي إضافة محترفين الأهلي ما في غير عمر السومة وفيتسا لعيبة منتخبات يعني عمر السومة لاعب المنتخب السوري وفيتسا لعب منتخب سربيا عدول لعيبة منتخبات بقية محترفي النادي الأهلي لعيبة شوارع طبعا يعني ما احترامي لدريس فتوحي لأنني بحب طريقة لعبه لكن بعض الإصابة لازم نحكي عنه بقية لعيبة الأهلي نيانج انت جاي بنيانج هذا اللاعب الجديد نعم كان بيلعب مع اسي ميلان ولاعب جيد عأساس لكن صلوا أربع شهور ما عم بيلعب كرة قدم يعني بصراحة أنا ما نفهمها الموضوع إدارة النادي الأهلي يعني إدارة ما عم تدعم الفريق بالتعاقدات المناسبة غياب متريتا أثر على الفريق بالكامل عم بتشوف فريق ضعيف جدا هجوميا من الناحية الهجومية اعتماد على السومة اعتماد على كم حركة يعني على الأقل كان من الناحية الهجومية عم بتشوف في بعض الأمور عم بتشوف بعض الأهداف هلا حتى من الناحية الهجومية انتهى الفريق من الناحية الدفاعية حدس ولا حرج يعني فريق الشباب لعب بطريقة سلسة وبسيطة جدا قدام الأهلي بطريقة سلسة وبسيطة ماشي الأهلي يستحوز ببعض الدقائق لكن الشباب لعب على أخطاء الأهلي ولعب على استغلال ضعف خط دفاع النادي الأهلي واعتمد بالهدفين بالهدف الأول والثاني على الكرات السابت والهدف الثالث على الهجمة المرتدة السريعة يعني نفس فيك تقول أغلب الخطط المطبقة بالتسجيل على أي فريق منافس من كرة من ركلة سابتة ومن ركلة ركنية ومن هجمة مرتدة ففريق الأهلي بصراحة من الناحية الدفاعية بخوف يعني بخوف تماما وانت لو متعاقد مكان نيانج مع أي لعب من الدرجة الثالثة بالسعودية لعب مدافع كان أفضل مع احترام إلى نيانج وحفظوا هذا الفيديو شو بدوا يقدم يعني نيانج من هلأ لشهر آخر بيحتاج للاقا البدنية وبيحتاج ليرجع لريتم المباريات صلوا أربع شهور مو لعبان كرة قدم فبصراحة يعني أنا شايف أنه النادي الأهلي وجوده حاليا بالمركز الثالث جيد ممتاز جدا بالنسبة للنادي الأهلي ممتاز جدا بالنسبة للواقع اللي عم بنشوفه مع النادي الأهلي صراحة عمر السومة مظلوم بهاي التشكيلة عمر السومة اليوم قدم مباراة جيدة وانظلم بركلة الجزاء ركلة الجزاء كانت موجودة 100% ماشي أنت رح تقول فيه هجمة قبلة كانت تسلل كمان مشكوك فيها يعني عبد الرحمن غريب موجود على الخط قبل دريس فتوحي موجود ورجله لمسة الملعب إذن هو متواجد بالملعب فما بعرف في هاي حالة الفار كيف تم احتساب تسلل على دريس فتوحي وبعد عدم احتساب لمسة اليد الواضحة والفاتحة يعني كان ممكن الأهلي لو مسجل عمر السومة ولو صارت ركلة جزاء وسجل عمر السومة وتعادل فريق الأهلي كان ممكن الأهلي يتعادل أو يربح بالمباراة ليش لا؟ لكن هذا شيء أثر بطريقة أو بأخرى لكن ما بدنا نحكي فقط عن التحكيم بأن التحكيم غير بنتيجة المباراة ونحكي ككل يعني ككل الشباب كان أفضل الشباب لعب على أخطاء الأهلي فلادان ما عم بيقدر يحسن من المنظومة الدفاعية المنظومة الدفاعية ليست فقط الأربع لاعبين المنظومة الدفاعية أنه الفريق بالكامل يعرف كيف يرجع لخطوطه الدفاعية وكيف يدافع عن المرمى أما ما فيك تقول فقط معتزهوساوي أو محمد آلفتيل أو يعني لوكاس ليما أو يزيد البكر لكن أنا لما بحكي عن لوكاس ليما بحكي كمان عن الناحية الهجومية شو عم بيأدي من الناحية الهجومية وليس فقط من الناحية الدفاعية شوف الشباب لداعش لاعب عم بيتحرك مع بعض عم بيرجعوا للخلف وعم بيتقدموا للأمان بطريقة سلسة وبطريقة بسيطة والاستحواز إيجابي غالبا رجمات الأهلي فقط اعتماد على السومة لاعب وحيد ما فيه ما في صانع ألعاب عم يمرر للكرة وعبد الرحمن غريب اللاعب الوحيد اللي كان عم بيتحرك شوي فلادان أخرجه تبديل غريب جدا وسلمان المؤشر اللي كنت بتحتاجه سلطان مندش لحتى تعرض لإصابة ولحتى طلب التبديل لحتى دخل سلمان المؤشر كمان تبديل غريب عجيب فلادان أحيانا بيكون خارج السيطرة خارج المباراة بالكامل وكأن ما عم يتابع المباراة أنا بصراحة دائما بحب أن أشوف الأهلي الشباب والهلال الاتحاد النصر بمستويات جيدة لكن لما بتشوف فيه تفاوت أكيد ما بتحب المباراة بشكل عام أنا شفت فيه تفاوت بالمستوى تفاوت بمستوى المحترفين اليوم أنت عم بتواجه فريق الشباب بصراحة فريق مدجج بالنجوم تشكيلته الهجومية الرباعي الهجومي ما في أي لاعب من السعودية لكن الرباعي الهجومي خيالي وحتى بالتبديلات دخل إيقاله ودخل نواف العاب التبديلات ولعيبة بيغيروا لك أي نتيجة والرباعي الهجومي لاعب من الأرجنتين ولاعب من البرازيل ولاعب من أرجنتيني آخر وكمان مين يعني فمعظم الدول يعني الدول اللاتينية والبرتغال وبعد دخل لاعب نيجيري فأنت هون يعني عندك لعيبة محترفين عندك مخزون عندك طاقة فريق الأهلي تبديلات أما متأخرة أو غير منطقية أو ما في اللاعب اللي ممكن يغير لك النتيجة لذلك التعويل على النادي الأهلي بصراحة بهذا الموسم إلا إذا عاد متريتا وما بعرفهمت رح يرجع متريتا لأن متريتا بالفعل ملاعب مؤثر يعني لعب مؤثر على حيوية النادي الأهلي على كل حال يا شباب هذا كل شي حاب أحكي عن مباراة الأهلي والشباب بالنهاية فاز الفريق الأفضل فاز الفريق اللي كان بيستحق الفوز والصدارة الفارق صار ست نقاط الفارق ليس ببعيد لازم الشباب ما يستريح لأن الهلال أكيد قوي جدا وممكن يرجع بأي لحظة بصراحة الأهلي إذا استمر بهذا الوضع ما بعرف شو ممكن يصير مع بلدان بالنسبة لدوري أبطال آسيا بظن رح يحدد مصير بلدان أكتر يعني أكتر من الدور السعودي حنشوف إذا تأهل من دور المجموعات أو لا وبالتالي حنشوف مصير بلدان رغم أن بلدان لوحده ما بيتحمل مسؤولية كون إدارة النادي الأهلي لوحده بتتحمل مسؤولية التعاقد مع لعيبة بصراحة ما بينفعه أبدا لأي فريق بالدور السعودي الدور السعودي دوري قوي عندك كل الأندي عم تعمل تعاقدات قوية عم تعمل تعاقدات مؤثرة فلذلك لازم يكون اللعيبة اللي معك الأجانب أقوية جدا لحتى تفوز بالدور السعودي بتمنى يعجبكم الفيديو وتكون بصحة وخير وسلامة